موسيقى أسعدتم مساء المشاهدين العزاء في نشرة تفصيلية لأبرز الأخبار على الساحة المحلية والفلسطينية ونبدأ نشرتنا الإخبارية باستعراض لآخر تطورات على الساحة الفلسطينية حيث قتل أربعة إسرائيليين صباح اليوم الثلاثة وصيب آخرون بجروح متفاوتة في عملية إطلاق نار وهجوم بالبلطات والسكاكين ضد إسرائيليين أثناء خروجهم من كنيس يهودي في الشارع المسمى أكساي غرب مدينة القدس في حين استشهد منفذاء العملية حسب المصادر الإخبارية وقالت القناة الإسرائيلية الثانية إن منفذي العملية من سكان مدينة القدس فيما أشارت مصادر محلية إلى أن الشهدين هما غسان محمد أبو جمل 27 عاما وعدي أبو جمل والبالغ من العمر 22 عاما وهما من بلدة جبل المكبر وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفور بتطويق وإغلاق مداخل الجبل المكبر واعتقلت قرابة الأربعة عشر شخصا من أقرب الشهداء ترأس رئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعا للمجلس الأمني المصغر بحضور رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ودع الرئيس الفلسطيني خلال الاجتماع إلى تهديئة تام واقف جميع هذه الأعمال حتى يتاح العمل السياسي الذي يوصل إلى السلام في منطقة الشرق الأوسط قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين تنياهو خلال اجتماعه مع قادات وأجهزة ومخابرات جيش الاحتلال هدم بيوت منفذي عملية القدس في أقرب وقت ممكن بالإضافة إلى دفن جثمان الشهيدين خارج حدود القدس الشرقية كما خالص الاجتماع الأمني إلى نتائج تصب في تجديد الخناق على المدينة المقدسة وزيادة وطيرة قمع المقدسيين في المدينة من خلال نشر المزيد من وحدات الشرطة الإسرائيلية أوقف الأسير الفلسطيني رائد موسى إضرابه عن الطعام بعد ستين يوما وفقا لما قاله مدير الوحدة القانونية لنادي الأسير جواد بولوس وجاء ذلك عقب زيارة بولوس للأسير موسى في مستشفى بيرزالاي ونقل له قرار محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في عوفر والتي أصدرت قرارا بالإفراج عن الأسير موسى في الواحد والعشرين من الشهر القادم للعام 2014 وفي الانتقال للأخبار الكرمية على صعيد الكرمي ضمن ما جاء في برنامجة الكرم اليوم ننظم أهل الأسراء اعتصامهم الأسبوعي أمام مقر الصليب الأحمر مطالبين العمل الجاد للمؤسسات الحكومية والدولية العمل على الإفراج عن أبنائهم خصوصا الإداريين منهم في ظل قرارات إسرائيلية تقضي بزيادة الحركات التعصفية والإجراءات الممنهجة من قبل إدارة السجون ضد أبنائهم في سجون الاحتلال الحمد لله أنا كنت دائما طامنة من قبل بس إلي فترة انقطعت أما لما رده أخذوا حمزة جديدة له تسع أيام وحكيت معاك بشأنه على التلفزيون الفجر وهذا شد فيه كثير لأنه أصغر واحد فيهم رقم ثلاثة باللي بتسجنه والحمد لله هاي الدربنا لنمشي عليه وهذا صباح مقاومة اليوم صباح المقاومة صباح العز والشرف والحمد لله مهما يقتلوا مننا ومهما يأثروا مننا إن شاءنا نظرنا صامتين وصابرين ألف تحية وسلام لجميع الأسرة والأسيرات في سجون الاحتلال أنا والدة الأسرة شامة بزغيب وعلي أبزغيب أتمنى لهم الفرج القريب العاجل وأقول لهم أصبروا وصابروا إننا لا مع الصابرين لا بد الليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر ومن عنا جميع الأهل والأقارب والجران يهدوهم ألف حمل سلام وشكرا للتلفزيون الفجر الجديد يعني تحية بداية لأسرانا وأسيراتنا البواسل في سجون الاحتلال هذا التضامن الأسبوعي مع قضية الأسرة قضية مهمة قضية مفصلية قضية تهم كل الشعب الفلسطيني يجب أن يكونوا بين أهلهم في بيوتهم أن يكونوا أحرار ومن يجب أن يحاكم من قتل يوسف الرموني ومن قتل أبو خدير هؤلاء المجرمين الذين يقتلون بدم بارد على الحكومة الإسرائيلية أن تحاكمهم وتطبق القانون عليهم لأن القانون يجب أن يطبق على طرف دون الآخر أن يطبق على الجميع بلا استثناء هناك قضية حية وهي قضية هامة وهامة جدا تهم كل فلسطيني لابد من البحث في آليات أخرى للتعبير عن وقوفنا مع الأسرة من خلال الزيارات المباشرة لذوي الأسرة ورفع معنوياتهم هذا أمر غاية في الأهمية وهذا يرتب على الفصائل والشخصيات والمؤسسات ذات العلاقة يرتب مسؤولية بهذا الاتجاه وكذلك نحن في المحافظة لابد من أن يكون هناك تواصل مع ابناء الأسرة مع ذوي الأسرة وبنفس الوقت لابد من أن تفعل القضية بشتى الطرق برنامج تول كرم اليوم يأتيكم برعاية شبكة مطاعم هني هني خلطتنا لها مداق لا يقاوم نظمت جبهة النضال الشعبي في محافظة تول كرم ندوة سياسية تحت عنوان الوضع السياسي الفلسطيني الواقع والتحديات بمناسبة الذكرى العاشرة لاستشهاد رئيس الراحل ياسر عرفات والذكرى السادسة والعشرين لإعلان وثيقة الاستقلال وذلك في قاعة النضال بمدينة تول كرم يعني عندما نتحدث عن ياسر عرفات نتحدث عن فعلا باعث الهوية وباعث الوطنية الفلسطينية فهو أب الوطنية هذا الرجل الذي قاد أعظم ثورة في التاريخ يوم تنظم جبهة النضال الشعب الفلسطيني في محافظة تول كرم ندوة سياسية هامة إحياء لذكرى العاشرة لاستشهاد القائد الرام سياسي العرفات وأيضا إحياء لذكرى إعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني الصادر عن ضروة المدسل الوطني الفلسطيني في الجزائر هذه الندوة تأتي في إطار وضع سياسي يمر به الشعب الفلسطيني وكاليات وطنية أمام التحديات الكبرى التي تواجه شعبنا وقضيتنا ومشروعنا الوطني حيث تعكس هذه الندوة حرص الجبهة واهتمامها بالقضايا السياسية وإحياء المناسبات الوطنية خاصة إذا تعمقنا كثيرا أمام ذكرى استشهاد القائد الرام سياسي العرفات وما له من بصمات واضحة راسخة في وجدان وفي ضمير الشعب الفلسطيني اتجاه إحياء الهوية الوطنية الفلسطينية وانبعاث المارد الفلسطيني من تحت الرماد وإحياء يكون النضال الفلسطيني بعد سنوات طويلة من شطب ومحاولة شطب الهوية الوطنية وتذويبها من كبل العديد من الأنظمة والدول التي حاولت أن تشطب وجود الشعب الفلسطيني وكان للشهيد الرام زياسي العرفات ومعه قيادات العمل الوطني الفلسطيني الذين فجروا الثورة الفلسطينية المعاصرة وأطلقوا الرصاص الأولى التي أيقن شعب الفلسطيني من خلالها ومعه كل أحرار وشرفاء هذا العالم أن الشعب الفلسطيني هو شعب حي شعب يستحق الحياة شعب يستحق أن ينال حقه في تقرير المصير وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس برنامج تول كرم اليوم يأتيكم برعاية شبكة مطاعم هني هني خلطتنا لها مداق لا يقاوم تفقد طلبة جامعة القدس المفتوحة في تول كرم قسم التدريب الميداني رقم ثلاثة مرضى قسم الكيلة في مستشفى الشهيدة بالثابت الحكومي وذلك ضمن إحدى المساقات التدريبية الميدانية المقررة لهم في مقررات الجامعة طلب تدريب ميداني ثلاثة من ضمن المقرر الموجود عندهم تنفيذ أنشطة مجتمعية من ضمن هذه الأنشطة في عنا طلاب بدربوا هون داخل قسم الكيلة طبعا عشان يتعرفوا على دور الأخصاء الاجتماعي في التعامل مع المرضى لابد أنهم يندمجوا معهم وينفضوا معظم النشاطات داخل القسم من ضمن هذه النشاطات اليوم حابين ينفضوا زيارة ميدانية بسيطة هي عبارة عن تقديم وردة ومن ثم تنفيذ نشاط أمثال شعبية قديمة زي ما تعرف يعني كبار السن الموجودين وعظمهم كبار السن هنا فيعني تنشيط للذاكرة وكيفية تحول المجتمع من الزمن الماضي إلى الزمن الحاضر بنقول لكل الطالبات وبنتمنى إلهم النجاح الباهر في التعليم وهذه بوادر حسنية طيبة وهذه شغلات ترفيهية لمرضى الكيلة على أساس أنهم ما يشعروا في مرضهم ما يشعروا في مشكلتهم فاهمي علي وإحنا بنشكرهم نتمنى لهم النجاح وأهلا وسهلا هذه أشياء ممتازة وحلوة وشلبية وظاهرة قويسة بتمنى لهم النجاح وإلى الأمام في خدمة الوطن والمواطن نشاط الزيارة إلى قسم غسيل الكيلة كيف يكوننا احتياج هذا القسم أنه بحس أنه فيه ناس بتعبره وفيه ناس بتحس فيه فحبنا نشارك الطلاب هذا النشاط ونعمل مصابقة عن طريق ونعمل التفاعل ونبدأ المؤسسات الاجتماعية أنها تهتم بهذا القسم كثير لأنه بحاجة أكثر قسم بحاجة إلنا بحاجة إحنا كشعب مدينة تلكرم أنا بخص أن المؤسسات تتجه لهذا القسم برنامج الكرم اليوم يأتيكم برعاية شبكة مطاعم هني هني خلطتنا لها مداق لا يقاوم في ختم نشراتنا الإخبارية نستعرض وإياكم حالة طاقس المتوقع ليوم الرد الأربعاء حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ويكون الطاقس غائما جزئيا إلى صاف ومائلا للبرودة نهارا وباردا ليلا وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلات السرعة وتزيد الإحساس بالبرودة خصوصا في ساعات الليل والصباح الباكر والله تعالى دائما أعلى وأعلم في الختام أطيب المشاهدة نتمنى أهلكم عبر شاشة الفجر الجديد لمزيد من الأخبار والتفاصيل القصص والمنوعات زوروا موقعنا الإلكتروني الفجر تي في دوت كوم نهاية النشرة إلى اللقاء